بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين ركزوا عدل على هذه الحلقة أخواني الأفاضل المجتمع الإسلامي كان السابق قبل كانت المرأة الحمد لله رب العالميين تغذي الإحجاب وفي بنات يرتدون النقاب كانوا الحمد لله محتشمات كانوا أيضا الرجال ماشاء الله لبسهم محترم كانوا محترمين الرجل لما كان يمشي مع زوجته كانوا محترمين زوجته محجبة زوجته طيبة مجتمع فاضل الناس يصلون إلى أن ظهر في المجتمع هذا الشخص ظهر هذا الشخص في المجتمع هذا الشخص حول المجتمع تدريجيا تدريجيا إلى الفساد لأن هذا مفسد في الأرض إخواني الأفاضل تدريجيا استغل التلفزيون واستغل الإعلام شجع البنات على التشخلع خلى بنات المسلمين تدريجيا يفسخون العضايا قاموا يتبرجون قاموا يتعرون إلى أن وصل بكثير من البنات إلى العري واللبس الفاضح واللبس يعني اللي كلش كلش كاسية عارية نعم هذا الشخص اللي قلت لكم عليه فتح البارات فتح المراقص سوى فيديو كليبات سوى مسلسلات جاب فيها ممثلات جاب الرقاصات كرم الرقاصات كرم العاهرات نشر الفساد هذا الإنسان باع الخمور باع المخدرات ما خلى حاجة يعني إلا وسوها هذا الشخص خلى الرجل يمشي وزوجته جنبه وهي عريانة خلى الناس يعني يفسخون الحياة نزعت الغيرة منهم فعلا إنسان عاد في الأرض الفساد فتح الفنادق جاب الروسيات جاب الفلبينيات جاب العاهرات قام يتاجر بعراض النساء سوى كل المشاريع اللي فيها إفساد في الأرض هذا الإنسان حارب الإسلام هذا الإنسان سوى حفلات ترفيه في أرض الحرمين هذا الإنسان سوى كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى كل ما يخطر على بالكم من حرام وإفساد في الأرض هذا الشخص سوى نعم إخواني الأفاضل وش سار بعدين طلع واحد اسمه عبد العزيز الأنصاري شوفوه أخواني الأفاضل عبد العزيز الأنصاري هذا طلع وحب أنه يحارب هذا الشخص فطلع لجل أنه يفضحه يكشف أفعاله يأمر بالمعروفة ينهى عن المنكر طلع لجل أنه ينور الناس عن خطر هذا الشخص أنه هذا مش فاسد هذا مفسد فلما طلع عبد العزيز الأنصاري قال عن هذا الشخص ووصفه بأوصاف شرعية تطابق الفعل اللي هو سوى عبد العزيز الأنصاري قال عن هذا الشخص أنه قواد ليش قال عنه قواد لأن القواد هو الشخص اللي يجيب بنات ويتاجر بأعراضهم وهذا فعلا تسوى هذا الفعل قال عنه قواد لأنه سوى فيديو كليبات سوى مسلسلات وكان يجيب بنات ويركز على مفاتنهم لجل أنه يدخل الفلوس من وراها الفيديو كليب ومن وراها المسلسل عبد العزيز الأنصاري قال عن هذا الشخص قال عنه مخنث ليش؟ لأن المخنث ما يغار على البنات ما يهم أنه في حرام وأنه في غلط ما يهم أنه يصير عري ما يهم أنه يصير فساد مخنث عبد العزيز قال عن هذا الشخص قال عنه ديوث لأن الديوث هو الذي يرضى بالحرام على أهله عبد العزيز قال عن هذا الشخص خنزير ليش؟ لأن الخنزير لا يغار على الأنثى الحيوان الوحيد اللي لا يغار على الأنثى عبد العزيز قال عن هذا الشخص مجرم ومفسد قال عنه إنه إنسان رعي حرام وإنه 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 قال عنا هذا الكلام لجل إنه ينور الناس ويعلم الناس عن خطر هذا الشخص إيش صار بعدين صار بعدين إن المجتمع المجتمع ومعظم الناس اتركوا هذا الشخص القواد المخنث المفسد اللي يسوي الحرام اللي حارب الله ورسوله واللي نشر الفساد وخرب البنات وخرب الشباب ومن هذا كله ترك هذا الشخص وراح يهاجم مين؟ يهاجم عبد العزيز ويقول عن عبد العزيز أنت لسانك زفر أنت لسانك وصخ يا عبد العزيز المسلم ليس بسبب ولا لعون راح يهاجم عبد العزيز ويقول له المسلم أنسلم المسلمون من يده ولسانه المجتمع خلى ذاك القواد المخنث الفاسد العاهر خلىه وراح يهاجم عبد العزيز اللي يعلمهم الخطر وين؟ وقال عنه لسانه زفر وقال عنه إنسان وصخ وإنه إنسان لسانه طويل وإنه إنسان يثير الفحشة وإنه إنه 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 المجتمع ترك إنسان اللي يسوي الحرام والغلط ولي 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 ويحارب الله ورسوله وحد دوبه من دوب مين؟ هذا الإنسان اللي يسمع عبد العزيز اللي يبيعلمهم الصح ويعلمهم الفضيلة ويحذرهم من الباطل ويحذرهم من المنكر المجتمع كثير منه قام يلقب هذا الإنسان القواد المخنث العاهر الفاسد قام يلقبه بصاحب السمو قام يلقبه بسعادة الشيخ قام يلقبه برجل الأعمال وقام يلقبه بالرجل الفاضل الوجيه قام يلقبه ويلقبه بالرجل ورجل المجتمع ومعبود الجماهير وقام يلقب عبد العزيز بالإنسان رعي المشاكل المشكلجي اللي قاعد يتدخل اللي يبي يخرب واللي يبي واللي يبي واللي يبي هده المجتمع ترك هذا الرجل اللي حارب الله ورسوله وحط همته في محاربة عبد العزيز أتمنى اخواني الأفاضل الرسالة تكون وصلت وصلت الرسالة ولا ولا ما وصلت عزائي المشاهدين لكن رح نلتقي يوم القيامة بذن الله سبحانه وتعالى رح نلتقي وبتعرفون مين الصح ومين اللي غلط رح نلتقي يوم القيامة وبنشوف مين اللي رح ينفعكم يوم القيامة هذا اللي على اليمين واللي عبد العزيز اللي على اليسار أتمنى رصالتك وصلت